بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى التي يشوف هذه الفيديو يكون بخير ولا خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدامه جدا والناس اللي التحقوا بهذه القناة إن شاء الله بحول الله وقوته غدينحطوا واحد صيغة ربانية لجلب المطالب ولتحقيق الأمنيات تكوني مهابة أينما كنتي أينما رحتي تكوني مقبولة إذن الناس اللي يبغين يقضيوا المهمات الصعبة المهمة الصعبة هي امتحان أنك غددوز امتحان السياقة أو تكوني غادة عند عائلة أسرة يشوفوك أول مرة خطيب يشوفوك أول مرة تكوني مخطوبة وتكوني ما عندكش قبول مع شخص معين من الأسرة ديل الزوج أو الأم ديله أو أخواته لابد ندير هات الصعبة باش نكون مقبولة قبول رائع آآ إنسان اللي بغي يقدم مصالح اللي بغي يحضر هاد الصعبة في الديه ويمشير أي مكان أول حاجة أول حاجة غادي نكون على طهارة تكوني نقية على نية تكوني بغى تديري هاد الوصفة الوصفة هي عبارة على كلمات من القرآن الكريم طاقة نورانية طاقة ربانية طاقة اللي غادي إن شاء الله تعطيك قبول آآ رائع أول حاجة البنت إلا كانت عندها مهمة أو عندها أو عندها خطيب غادي يشوفها أول مرة هاد الوصفة رائعة وأكثر من رائعة أول حاجة تكون على وضوء وتكون قبلة إلى القبلة تحط إحدها قلم أحمر غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي تكون نقية وبأساس أنها غادي تكتب هاد الآية على يد ديالها ولكن غادي تقرأ لها هاد القراءة اللي غادي نعطيها أول حاجة تكون على نية الحاجة حاجة وحدة فقط زواج عمل قبول تسخير الأمور تسخير الزوج الحبيب تسخير الخطبة تسخير أي حاجة بغيتها تسخر ولكن حاجة وحدة ما تدخلوش بها المراحل الوقت اللي تكوني بغيت تديرها تديرها تولوت الليل أول حاجة تقدي تقدي الحاجة ديالك في المرحل وتجي عدد ديرها بحول الله وقوتي الوقت اللي تمشي توضي أتجي على وضوء أتصلي ركعتين أتستغفري أتذكر الله أتذكر الله باستغفار والصلاة على الحبيب وغادي إن شاء الله بحول الله تأخذي قلم أحمر وغادي تكتبي بيدك في الدك بجوج في الدك بجوج سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم غادي تكتبيها على اليمين وعلى اليسار هتكتبي الحاجة ديالك الحاجة ديالك اللي بغيت عمل زواج قبول مع شخص معين قبول مع اسم فلان وفلان أو تسريح أوراق تكتبي على اليمين وعلى اليسار وغادي تشدي كتاب الله وتقرأي سورة ياسين تقرأي سورة ياسين حتى توصلي سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم تقرأيها ثلتمية وثلاثة علي يديك ثلتمية وثلاثة علي يديك إذن قرناها ثلتمية وثلاثة علي يدينا بجوج ونفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت ولكن أمنية واحدة أشنو بغيتي في هادك اليوم تقدري خلال الأسبوع تخدميها طيلة الأسبوع أي حاجة عندك فيها قداء الحاجة غادي تديريها أي مكان بغيتي تمشي لها غادي تمشي ليه وانتي ديرها التصخير إذن أنا عود معكم استيغا هتكتبي سلام قولا من ربي الرحيم بعدما صليتي ركعتين استغفرتي وصليتي على الحبيب هتكتبي سلام قولا من ربي الرحيم على اليمين وعلى اليسار في الدك وغادي إن شاء الله تقرأي صورة ياسين وانتي تتنفتي على اليد ديالك تتقرأي صورة ياسين حتى توصلي سلام قولا من ربي الرحيم هتكريها تلتمية وثلاثة على الدك وتنفتي إن شاء الله بحول الله وقوته هتخليها ليلة كاملة تخليها ليلة كاملة هديك القراءة النفط على يديك ما تغسليهاش ما تدخليش بهالمرحان حتى الصباح تكون يموجها إلى هذاك المكان غادي تدري غادي تبلي يدك بالرحة وتمسحي الصدر ديالك وغادي تمسحي الشعر ديالك وغادي تمسحي وراء الظهر ديالك والوجه ديالك وغادي تمسحي رجليك حدا من الصاق تمسحي شيء قليل حدا صاقك الصاقين بجوج صافي وتمسحي توجهي إلى المكان اللي انتي غادى ليه يديك من غادي تدري الريحة ما تبقاش الكتبة بينها وغادي ان شاء الله بحول الله هديك الساعة من نمسحي على الجسد ديالي الوجه ديالي لدخلت للمرحة ما نغسلوش غادي نمسحي لجبهة ديالي والوجه ديالي ان شاء الله وندير عليه الماكياج ديالي نقدر نغسل الفم ديالي ولكن الوجه ديالي ما نغسلوش ديالي ساعة ندخل للمرحة ولكن من نخرج نلبس الملابس ديالي وديارة مسحتهم من هديك الآية اذا الآية ما ندخلناش بها في الليل للمرحة ولكن كنا محتاطين حتى قدينا الغراض غادي توجهي إلى أي مكان بغيتي إلى قداء الحاجة أي حاجة بغيتي في البال ديالك أو مقابلة عمل أو إنسان بغيتي يشوفك أول مرة وتقبل عنده إما عمل إما خطيب إما زواج إما شخص معين رايحة عنده إن شاء الله غادي يكون عندك قبول رائع لأن هذه الآية رائعة وأكثر من رائعة ولكن تتحكم غير على حاجة وحدة اللي حطيتها في الضمير ديالك وغادي تقديم معاك فذيك الحاجة نقدر نديرها كل نهار على حاجة ولكن الشرط الوحيد أنك ما تدخليش بها المراحل حتى تكمليها وتساني عادة إن شاء الله تباتي بها حتى الصباح وتمسحها بالريحة دوزع الجسد ديالك الصدر والمناطق اللي تكونوا فيهم العوارد بحل ما بين الكتفين الظهر أمام الجبهة الصدر البطن الفخاد ديال رجليك إذن أي حاجة اللي أعطيتكم هي فين ستمسحه بإذن الله إذن حبابي هذه الوصفة رائعة وأكثر من رائعة لا أعجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناة فعلوا جرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا